السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير أهلا ومرحبا بكم في بداية هذه الحلقة مستعينين بالله عز وجل سائلين إياه التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه أحكام زكاة المال طبعا في البداية احنا بنرحب باتصلتكم بنرحب بالأسئلة بتاعتكم في أي قضية ونستعين بالله في الرد عليكم ردا صوابا يرضي الله عز وجل عنا ويرضينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الأرقام موجودة قدامكم على الشاشة وفيه كمان رقم الرسائل الاسم اس على رقم تسعة واحد اثنين تلات سبعة تسعة واحد اثنين تلات سبعة أحكام زكاة المال قبل ما أجيب على جانب من الأسئلة اللي وردت إلينا على صفحة الفيس للبرنامج إحنا عندنا أحكام زكاة المال هل يجوز تعجيل زكاة المال يعني هل يجوز أن أنا أخرج زكاة سنة سنتين جاية قدام ولا المسألة دي فيها كلام مما لا شك فيه أنه تعجيل أن أنا أعجل بإخراج الزكاة هذا لا حرج فيه وأجمع العلماء على جواز تعجيل إخراج الزكاة قبل حلول وقت إخراج الزكاة إيه الدليل على كذا الدليل أنه العباس ابن عبد المطلب العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام العباس ابن عبد المطلب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته هل يجوز أن أخرجها قبل وقتها فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز له ذلك وفي رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا كنا قد احتجنا فاستسلفنا من العباس صدقة عامين يعني سيدنا العباس ابن عبد المطلب عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه أزمة اقتربية اقتصادية في وقت معين فالنبي طلب من عمه العباس أنه يخرج زكاة المال بتاعته مقدما سنتين قداد لأنه هم كانوا محتاجينها في التوقيت ده محتاجين يوزعوها على الفقراء ده دليل الدليل التاني على جواز تعجيل إخرج زكاة المال أنه عبد الله بن عمر قال أنه في زكاة الفطر كنت أبعث بها إلى من يجمعها قبلها بيومين أو ثلاثة فالعلماء قالوا أنه زكاة الفطر بتجب يوم العيد من بعد صلاة الفجر لحد صلاة العيد طيب ابن عمر كان بيطلعها قبل صلاة العيد بيومين ثلاثة فده دليل على جواز إخراج الزكاة قبل مجيء أو قبل حلول وقتها الدليل التالت على جواز إخراج الزكاة قبل حلول وقت إخراجها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية إخراج الكفارة في الحنث باليمين يعني إيه؟ يعني واحد أقسم أنه ما يزورش والدته أو ما يزورش والده أو ما يكلمش صحابه أو ما يكلمش جاره حلف على أمر المفروض أنه هو مباح أنه يتعمل فإيه الحل هنا؟ العلماء قاسوا في الحتادي وآلوا قياسا على هذه المسألة إن أنا ممكن أكفر قبل محنس في اليمين لأن النبي قال كذا عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ من حلف على يمين ورأى أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير فيأم يعمل الكفارة واليمين للسماء وإعش فالعلماء هنا قاسوا على هذا الحديث جواز إخراج زكاة المال قبل حلول وقت الزكاة فهنا يجوز أن أنا أطلعها طيب السادة الأحناف قالوا أطلعها مؤدما كم سنة قالوا يجوز أن أنا أطلعها ثلاث سنين أو أكثر أو أقل لكن الصواب في المسألة درأي السادة الأحناف الصواب في هذه المسألة أن أنا ألتزم والأولى أن أنا مطلعهاش مقدما إلا عن سنتين لأنا هطلع مقدما إلا عن سنتين ليه؟ قالوا لورود النصوص بذلك إنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طلب زكاة سنتين من عمه العباس فيبقى الأحاديث الواردة في هذا الباب قالت وخصصت وحددت وقالت أن يجوز أن نحن نطلعها قبلها بقديه بسنتين طب نزود قالوا لأ الأولى أن إحنا ما نزودش عن كده ده لي مصلحة الفقهة مثلا بنعمل مستشفى مثلا أو بنعمل حاجة بتخدم الفقراء ومحتاجين مال ورجال الأعمال مثلا اللي بيطلعوا زكاة المال قلنا لهم طلعوا زكاة المال قال لك أنا زكاة المال بتاعتي خمس أروش وإحنا محتاجين عشرة فهل يجوز أنه يطلع عشرة ويخصم السنة دي يبقى السنة دي خمسة والسنة اللي جاي خمسة آه يجوز ده إجماع العلماء على ذلك وقالوا بأنه لا حرج من هذا ولا مانع من هذا ده بالنسبة لحكم تعجيل إخراج زكاة المال طب العكس العكس اللي هو يبقى تأخير إخراج الزكاة حتى ولو كان لمصلحة الفقير أشرحها ببساطة أنا زكاة مالي في رمضان زكاة مالي في رمضان فباجي أدفع زكاة المال دي للفقير أقصات بطلعها باجي بروحش إيه لها هفترض أني أنا زكاة مالي ده مثال بسيط عشان أفهم الحتة دي معاكم أفترض أني زكاة مالي 12 ألف جنيه وأنا بطلع ألف جنيه كل شهر لفقير معين يبستحق الزكاة فباجي في رمضان بروح شايل لـ 12 ألف جنيه وبديله كل شهر ألف فبحبس عندي زكاة المال وبطلع له كل شهر ألف من زكاة المال بتاعته هل تأخير إخراج الزكاة بعد أن حان وقتها جائز ولا لا 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 يجوز تأخير إخراج الزكاة إذا حان وقتها طالما إن حان وقت إخراج الزكاة فلا يجوز إننا أخرها بأي حال من الأحوال إيه دليلك دليل الآية القرآنية لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن وآتوا حقه يوم حصاده حد يقول لي الله ده ده بالنسبة للزرع أغا نعم هذا بالنسبة للزرع لكن قياسا على زكاة الزروع قالوا لا يجوز تأخير الزكاة إن حان وقتها يجب الإخراج يجب مباشرة المبادرة إلى إخراج لأنه لو جاز تأخير إخراج الزكاة لجاز إلى غير غاية فإذا جاز إلى غير غاية انتفت العقوبة طيب حاجة الفقراء ماسة ناجزة يعني ناجزة يعني إيه؟ يعني مهمة جدا إنه هو محتاج دلوقتي فما ينفعش إن أنا أخر له الزكاة اللي وجبت في نفس الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى حددهولي وقال لي بعد مرور الحول بعد مرور العام الهجري طلع زكاتك دلوقتي طيب سيدنا الإمام أحمد بن حنبل بيسألوه عن إخراج الزكاة تباعا مقصطة يعني حان وقتها فبيرح حبسها عنده وكل شهر يطلع جزء فقال لا يجوز ليه؟ بل يخرجها كلها إذا حال الحول يخرج الزكاة إذا حال وقتها ليه؟ لإن ربنا بيقول فاستبقوا الخيرات فاستبقوا إيه؟ الخيرات الزكاة ببساطة شديدة حان وقت إخرجها حان وقتها خلاص هي بيحين في رمضان حبسطها لك شوي دلوقتي حان وقت الصلاة فيجوز أن أنا أأخرها من غير عزر شرعي؟ لا يجوز فبصليها في وقتها الذي حانت فيه وما أخرهاش نفس الوضع في الزكاة ما أخرش زكاة المال عن وقت استحقاق هذه الزكاة ربنا قال لي فاستبقوا الخيرات وقال لي في القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين النبي صلى الله عليه وسلم ده بقى الدليل القاطع بقى في مسألة عشان أغلب الناس ممكن يجي يقولك لمصلحة الفقير أنا أشرح الحتادي حتادي بسيطة جد النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي العصر في يوم من الأيام وبعد صلاة العصر أول مقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله انطلق مباشرة من المسجد ودخل حجرته ومنتظرش يختم الصلاة ويردد الأذكار التي تقال بعد كل صلاة فقيل له في ذلك سأله تعالى سيدنا النبي احنا بنصلي مع بعض انت بعد الصلاة انصرفت مباشرة ليه فالنبي رد عليهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم تذكرت شيئا من تبر يعني من ذهب في بيتي فكرهت أن أؤخره وأردت أن أقسمه النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يبيت هذا الذهب في بيته فكرهت أن أبيته فقسمته طلعت مباشرة يبقى طالما أن الزكاة وجبت يجب علي مباشرة أن أنا أوزعها بلا تراخي ولا تأخير أمال إيه التسامح اللي مسموح به ما هو فيه بفريق من العلماء قالوا يجوز أن أنا أتسامح في التأخير قالوا التسامح في التأخير اليسير هو اللي مسموح به التسامح في التأخير اليسير اللي هو إيه قالوا التأخير اليسير يعني يوم يومين تلاتة ما نزودش عن كده أما ما زاد عن ذلك فلا يجوز بل يجب علي أن أخرجه إذا حان وقته يعني إذا حان وقته إخراج المال وآتوا حقه يوم حصادي هذه الآية في زكاة الزروع ويلحق بها زكاة الأموال مش شرط يكون عندي آية بتنص على إخراج المال في يوم استحقاقه العلماء ألحقوا زكاة المال بهذه الآية التي تتكلم عن زكاة الزروع يبقى أنا شرحت حكمين في غاية الأهمية الحكم الأولاني حكم تعجيل إخراج زكاة المال قلنا أنه أجمع العلماء على أنه يجوز التعجيل طب التأخير بقى قالوا لا يجوز التأخير قالوا لا يجوز التأخير بأي حال من الأحوال الله طب إيش معنى في التعجيل قلت يجوز وفي التأخير قلت لا يجوز آه لأنه التعجيل فيه مصلحة للناس للفقراء للمساكين إنما التأخير قد يلحق ضررا بالفقراء والمساكين فمن أجل هذا قلنا بعدم جواز التأخير بل إذا حان الوقت يخرج المال في الوقت الذي حان فيه دون تأخير ده بالنسبة لي حكم التعجيل وحكم التأخير أخذ أول اتصال في حلقة النارضة أستاذ محمد سلام عليكم أهلا بيك يا أخي تفضل أخبارك الحمد لله يا سيد تفضل والله أنا والله العزيم ما أحبك شخصيا وما استمع لك بشكل جيد الله يحبك تفضل سؤالك يا أخي أنا عندي سؤالين السؤال الأول حضرتك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قامت حرب الردة بعد حرب الردة أمر بجامع القرآن الكريم وحفظه أنا عايزة أساعد هنا جامع القرآن الكريم في عهد أبو بكر إيه السمات اللي جمع عليها وهل اجتمع الأحرف السبعة وعزارت من حضرتك دلوقتي الخلفاء الرشيدين بقيين الثلاثة نفس صاروا على نفس المنهج ده سؤال السؤال الثاني أنا عايزة أحصار حضرتك دلوقتي أنا مثلا عندي واحد سحبي مع عملية في البنوك فلوس ما يعرفش مثلا إزاي الزكاة بتاعتها ده يحسب إزاي يعني مثلا برغة عشر سنين أو حد عشر سنة يعني هو لم يخرج عن السنوات الماضية؟ لا هو لم يخرج عن السنوات الماضية لأنه ما عارفش أو البنك ما عطلوش مثلا الشيكات كل شهر كان بيحد مثلا يأخذ منه يصحب فلوس شهرية لكن فلوس كتير عن عشر سنين مثلا؟ أيوة طيب هو طبعا يقدر يجيب كشف حساب بهذا المال نا أيوة بس يجيب بس ما هو بيخرج منه شهريا في أموال شهرية مثلا اللي عانى يا دكتور رحمة بمعنى مش فاهم الحتادي يعني هو بيطلع أموال يعني هو بيخرج منه مثلا قضا حدارة الشخصية أو حدارة قضا حدارة الشخصية في الشهرية شهرية يا دكتور رحمة يعني مثلا بيجي منه فضل طيب حاضر فهمت السؤال في عندك سؤال ثاني؟ أنا بس شكر حضرتك والله العزيزي ومستنى حضرتك يقول لي اثنين عشان أستمسك شكرا يا أخي من عيني حاضر أجيبك في السمات التي اشترفها أبو بكر الصديق في جمع القرآن من عيني حاضر وأجيبك في سؤال إخراج الزكاة عن السنوات الماضية لصخص عنده مبلغ في البنك بيسحب وبيسيب وكيف يحسب الزكاة في كل عام عن السنوات الماضية أنا عايز أبدأ بالسؤال الأول في الصفحة لصاحبة السؤال تقول بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأولاني تقول أنا على طول بشغل إذاعة القرآن الكريم ولو طفتها لحظة تشعر بضيق وتشعر بأن البيت نقصوا حاجة وما بتطفهاش أبداً وبتقول في السؤال أمس عرفت من أحد الشيوخ إن ده حرام وقال لما تناموا طفوها عشان ما يسمعهاش جن وإنتوا نيمين ويضيقكوا وبصراحة ما اقتنعتش بهذا الرأي لأني أعلم إن المنزل الذي يكون فيه قرآن يكون مبارك فما رأي سيادتكم الله يرضى عليك بارك لك شيخ مين ده اللي قال إن القرآن لو إحنا شغلناه حيجي جن ويأزينا وإحنا نيمين طيب سؤالي عم الشيخ إنت شفته؟ طيب شكله إيه؟ صحيح؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ أصعب حاجة وأنا قاعد على الهوى إن أنا أخش في أمر غيبي وروح متدخل أخش فيه مباشرة الله يا سيادن القرآن الكريم أنا بشغله العلماء قالوا يشترط إن أنا وأنا بشغل إذاعة القرآن في البيت قالوا ما يكونش فيه لغط موجود شغلوا بس أنا ما بسمعش يعني أنا مش قاعد أستمع لإذاعة القرآن قالوا طالما إن ما فيش لغط يعني إيه لغط؟ يعني تشغليه لإذاعة القرآن وتروح مشغله للتلفزيون ويروح مغنيله شوية ويبقى فيه زمر وفيه متشكورة شغال مع إذاعة القرآن اللي شغاله دي قالوا ده يبدأ لغط قالوا كمان حاجة قالوا طالما إن المكان نفسه مكان معد يعني مكان طاهر وبيوتنا كلها طاهرة إن شاء الله قالوا ما فيش حرج أبدا إن إحنا نشغاله 24 ساعة أما عم الشيخ اللي طلع وقال إن فيه جن حيجي يسمع القرآن وهيأذيكم وانت قولوا صح النوم عم الشيخ بطلوا بقى تلاعب بعقول الناس اللي يرضى عليكم بلاش بلاش كذب وافتراء هذا الكلام تبجابه منين يكونش يشافهم يكونش هو بيتفق مع الجن كده وبيروح يقابلهم بالليل ولا بيروح يقابلهم بالنهار ولا بيروح يقعد معهم ويقعدوا معهم ويتسهروا مع بعض كده ويحكوا مع بعض ويتناقلوا أخبار بعض ده كلام غير صحيح طبعا معانا الحج يسري السلام عليكم السلام يا سيدنا الشيخ تفضل يا حج أنا عندي مبيع كان في البنك وكان لي سنتين كان علي دين فكنت بأخذ الفودي أسددها للدين وكنت بأخذ منه برضو أكمل المصاريف البيت ده واتي أنا عليا الذكة بتاع سنتين بحثيثه كنت اللي بيأخروا ما يجو ثنت تأخيروا وطب أنا مش قادرة أطلع ذكة ده مهه ليه؟ أنا كان عليها دين وسددته ودلوقتي هبتدي بقى أطلع بس عليها سنتين يعني اللي بتصعلي مايكفيش اللي كانت سنتين طيب الدين اللي عليك حجمه أد إيه بالنسبة للمال اللي عندك في البنك لا ما الدين خلص أنا سددته الأول أنا فهمت دي خلاص يا حجة يوسرية الدين اللي عليك أد الفلوس اللي في البنك ولا أقل ولا أكتر أقل يعني أكتر من فوائد فكنت دخلة بالفوائد دي جمعية أثدت بها الدين يا ست الكل نعم أنا ما بسألش عن كم الدين مع الفوائد أنا بسأل الدين اللي عليك أد المبلغ اللي في البنك ولا أكتر ولا أقل لا أقل أقل أيوة أنا فهمت كده حاضر أنا جوابك شكرا يا حجة السؤال التاني لأختنا الكريمة على صفحة الفيسبوك تقول لما بكون مستغرقة في الدعاء وأولادي ينادوا علي في طلب فوري باضطر أن أنا أرد وبعدين أكمل الدعاء تاني السؤال بتاعها لما أرجع أكمل الدعاء بعد ما ردتهم عايزيني في حاجة فبرد بقول فيه واحد اتنين تلاتة رأي اعملوا كذا ما تعملوش كذا وبرجع أكمل الدعاء هل أبدأ بالحمد والثناء على الله مما لا شك فيه أن من ضوابة الدعاء أن أنا أحمد الله عز وجل وأن أنا أثني عليه وأن أنا أصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما شرحنا الأداب دي من قبل كده طيب لو أنا أطعت الدعاء بكلام وبعدين رجعت استأنفت الدعاء تاني أبدأ بالحمد والثناء من جديد لا أبدأ أكمل في الدعاء اللي أنا كنت شغال فيه لأن أنا بدأت بالحمد والثناء من قبل السؤال الثالث بتقول جاءتني رسالة أمس أن هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن نفصل بين صلاة الفرض وصلاة النافلة وصلاة السنة ولو حتى باستغفار وتغيير المكان بعد ما نصلي الفرض علشان نصلي السنة هل هذا الكلام صحيح؟ أي نعم صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن إحنا نفصل بين صلاة السنة وصلاة النافلة ولو باستغفار أو بتغيير مكان زي لو أنا بصلي في المسجد الفريضة أصلي السنة في البيت أجعل نصيب لبيتي من صلاة السنة أو لو أنا بصلي في المسجد أقل حاجة أن أنا أقوم من المكان بتاعي وأغير وأروح لمكان تاني أو أن أنا أفصل بين صلاة الفريضة وصلاة السنة باستغفار وتسبيح لكن ما صليش الفريضة وأروح مباشرة آيم في نفس المكان مصلي السنة بعدها مباشرة من غير ما أفصل بينهم إلا بالسلام لا في نهي عن كده النبي عليه الصلاة والسلام أمرك يا إما تغير المكان خالص يا إما تنتقل لمكان تاني في نفس المسجد يا إما تفصل بين الفريضة والنافلة باستغفار طيب ليه أنا بغير مكان وبروح أصلي في مكان تاني قالوا آه من أجل أن أنا يكون في أكتر من مكان أنا سجدت فيه ويشهد ليه يوم القيامة من أجل زيادة الخير والبركة ده بالنسبة لي السؤال التالت بتاع حدك السؤال الرابع السؤال اللي بعد كده ربنا يبارك فيكم أستأذنكم مش خيار ما توضح لنا السنين العجاف اللي إحنا فيها واللدية عدت خلاص لأن بعض المواقع بيتناول الموضوع ده وبيقول كده فاضل سنة على آخرها يعني كأنهم بيقولوا أن إحنا من بعد الثورة في سنوات عجاف وسيدنا يوسف عليه السلام قال قال تزرعونا سبع سنين دأبا فما حصدتم فزروه في سنبوله إلا قليلا السبع عجاف دول الله أعلم محدش يقدر يقول أن إحنا في سبع عجاف أو اللي جاي هيكون أشد من اللي إحنا فيه أو اللي جاي هيكون رخاء أو اللي جاي هيكون شكله إيه بالضبط اللي واجب علي أو عليكم أن إحنا نعمله أن إحنا نستعين بالله وناخد بالأسباب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك لنا في أرزاقنا لكن عشان أقعد كده وحط بأيه وأقول وأم أروح طالع وأقول إيه والله إحنا في السبع العجاف والسبع اللي إحنا عايشين فيهم دول سبع ما يعلم بهم إلا ربي الله أعلم يا أخي احنا نقعد نحكي أصدع احنا نتكلم ونقول يا ناس احنا ناخد بأسباب الرزق بأسباب سعة الرزق بأسباب البركة في الأرزاق بتاعتنا وظن ان احنا بدأنا في البداية خالص وتكلمنا عن الجزئيات دي وشرحناها بالتفصيل وبهدوء وأسباب حصول البركة وقلنا ايه اللي يجعل البركة تكون موجودة معانا باستمرار لكن انا مقدرش يطلع وقول احنا في سبعة عجاف احنا اللي جايين هيكونوا أشد اللي جايين هيكونوا رخاء احنا نطمع نسأل الله نتفائل نقول يا رب ناخد بالأسباب نشد على ايد الناس اللي بتنظم مؤتمرات وبتعمل مصانع وبتعمل شركات علشان تشغل ايدي عاملة نقول للناس دي ربنا يبرك لكم وشدح لكم واستعينوا بالله وربنا سبحانه وتعالى يصلح حالنا جميعا ويرزقنا جميعا من خيره ومن فضله السؤال اللي بعد كده بيقول سلام عليكم شيخنا ربنا يحفظك ايه معنى فإنك بأعيننا لما بشوفها على الفيس بينشروها البعض بستغرب بقول ازاي كده دي تخص النبي وكنت سمعت من حقيقة قاعدة فقهية تقول عبرة في العموم وليس خصوص سبب ممكن تفصرها لي يعني احنا ممكن نتكلم مع بعض برسائل ربنا للرسل أصل بحب الآية دي مش انت لوحدك او مش انت لوحدك اللي بتحب الرسالة دي ربنا لما قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فإنك بأعيننا يعني لما حد بيسألني يعني اخونا محمد سألني دلوقتي السؤال فانا قلت له من عناية يعني سؤالك محل تقدير ولما ربنا يقول لسيدنا النبي او الرسول من الرسل فإنك بأعيننا يعني خلاص بقى بعين الله التي لا تنام فيحرسه بعينه التي لا تنام طب الكلام ده خاص للرسل والانبياء ولا الكلام ده لأي حد لا الكلام ده كما قيل للرسل فهو قيل لنا أيضا يعني اعمل الحاجات دي علشان تاخد السواب ده لما يجي ربنا يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وأعبد ربك حتى أتيك اليقين هل ده خاص بالنبي ولا كمان إحنا كمان لا ده خاص بالنبي ولنحن كمان يعني إحنا كمان ناخد الكلام ده ناخد العلاق ده فهذه الآية فاصبر للحكم ربك فإنك بأعيننا الآية دي هذه للرسل وهذه لنا نحن أيضا معانا تصالي شباب يا مدام سلوى سلام عليكم عليكم بزيح حضرتك يا حضرت الشيخ الحمد لله تضلي بقول لحضرتك أن أبني عنده 13 سنة نعم لما بيبقى فيها نايم وقيم من نوم بيلاقي بقعة كده في الشرط هل هو أنا مش عارف الصراحة هل هو كده بلغ ولا هل هو مفوض البعادي هل هو يعني يختفل ولا لا أنا مش عارف هو عنده كم سنة 13 سنة 13 سنة بيقوم بيلاقي حاجة في السياب بتاعته أو بقعة كده صغيرة كويس سؤالك هل هو كده بلغ ولا لا هو أزرف أم يختفل ولا لا صوته أخباره إيه لا صوته زي ما هو لسه طيب وشه ما فيش تغير في شنبو بتاع حاجة كده لا لا ما فيش هي طيب حاضر شكرا شكرا لحضرتك 13 سنة ويجد أسر ويلو للأعقاب من النار هل هو حديث صحيح يخص خطأ في الوضوء وإمتى تلجأ للتيامو شوف يستيكل احنا بالنسبة للأعقاب الواحد بيجي يتوضى ويغسل رجله ما يغسلش رجليه يترك مكان في قدمه من غير ما يغسله فعلشان كده النبي عليه السلام نبه إلى هذا إمتى ألجأ للوضوء هل جاء للوضوء لما يكون عندي عذر يمنعني من أن أنا أستعمل المية عذر طبي مثلا أو ما يكونش فيه مية موجودة خالص حتى المية ما يكونش فيه مية خالص موجودة إلا شوية مية صوارين جدا إحنا بيشربوا في شوية مية صوارين جدا لكن ما ينفعش أنزل في بلادنا الحالية دلوقتي يقول ده أنا ما عنديش مية المسجد ما فيهوش مية فأتيام لا أقول له لا اشتري مية موجودة موجودة المية فنتوضى لكن ما نلجأش للتيامم إلا إذا استحال وجود المية زي إيه مثلا زي مثلا كتيبة مثلا على الحدود معهمش مية اللي شوية مية يشربوا منها وحان وقت الصلاة ومعهمش مية يتوضى دولهم يتيامموا عادي يجوز لهم التيمم لكن إحنا في مدننا هذه لو المية أطعف حي وموجودة في مكان تاني المية موجودة فبنتوضى يا أستاذ عادي للسلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته فضل يا أخي الله يخليك يا أخي هو دلوقتي أنا كنت في عمل وفي ناس أزوني في العمل وانقطع أكل أي شيء وقيت معيش مهدد بالإفلاس ووقع لها ظلم فما حكم يعني ربنا سوى تعالى لي أحكام في الناس دي وما الدعاء الذي يقال في دعاء المظلوم أنت ظلمت في العمل طردت مثلا حصل لك حاجة آه بالذب حصل لناس لبسوني مشكلة وانا بريء منها خالص نعم حاضر يسر الله لنا ولكم أخونا محمد الله يرضى عليك محمد بتقول طبعا سيدنا أبو بكر الصديق لما أراد أن يجمع القرآن الكريم هو كان يعتمد على حفظ الصحابة رضي الله عنهم وعلى تواتر الحفظ لدى الصحابة جمع القراء وجمع الحفاظ وبدأوا يعرضوا الحفظ على ما هو مدون في الألواح اللي موجودة عندهم وكان بيشترط أنه في حال وجود أي خلل أو أي خلاف يقضي فيه الشهداء العدول في هذا الأمر حتى يتم التوافق لأنه من سماية القرآن الكريم إن ربنا هو الذي توكل بحفظه فقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون فكان يجيب الحافظ من دول الحفظ بقى إن ربنا تكفل بحفظ القرآن في الصدور وفي الصطور فهم كانوا كتبين القرآن الكريم في ألواح في أوراق عندهم من البردي الألواح اللي مكتوب فيها القرآن من سعف النخلة رأسف الواح اللي مكتوب فيها القرآن كان بيعرضه على ما هو مدون وموجود في صدور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذه الطريقة ثم جمع القرآن رضي الله عنه وأرضاه حتى يجمع القرآن على كتاب واحد لكن كانت القراءات مختلفة والروايات كانت مختلفة وكان كل مصر يعني كل بلد لهم قراءة والقرآن نزل على سبعة أحرف فبالتالي كان فيه تشتت في هذه سيدنا عثمان بقى أراد أن يجمعهم على قرآن واحد وعلى مصحف واحد خشية على القرآن الكريم ودل عمله سيدنا عثمان هل الصحابة ساروا على نفس المنطق؟ طبعا ساروا على نفس الأسس التي وضعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ثم زاد عثمان في هذا حتى وصل القرآن إلينا بما هو عليه الآن شخص عنده مال بيطلع زكاته هو ما طلعش لسنوات لأنه مش عارف يحسب زكاة المال بص يا أخي محمد الأخ ده زكاة المال بتاعته بتحين في وقت معين إيه هو الوقت؟ الوقت ده يا أخي محمد هو أنا هفترض أنا هضرب لك مثال بسيط عشان أفهمها لك ببساطة هفترض أنه هو بيحين عليه إخراج الزكاة بعد مرور سنة هجرية الشخص ده زكاته مثلا في شهر رمضان مثلا الزكاة دي أجي في شهر رمضان لكل سنة أعمل كشف حساب السنة الأولالية والسنة الثانية والثالثة والرابعة في شهر رمضان وشوف المبلغ اللي موجود فعلا في شهر رمضان وأطلع عليه اتنين ونص في المية وبهذه الطريقة أكون استوفيد طيب اللي أنا سحبته بقى في بحر إذا خلص مش مشكلة أنا بحسب على اللي موجود في شهر رمضان فعلا من كل عام ده أنا ضربت لك مثال عشان أوضع لك الموضوع معانا على التليفون الأستاذ إيمان السلام عليكم إيمان تفضلي عليكم السلام ورحمة الله إزاي حد بدك يا شيخنا تفضلي الله يحفظ لو سمحتكم أنت عايز أسأل عن التيمم آآ سمحت أحد الشيخ بيقول إن لازم يكون زلطة أو قال كتوب ميبقى موجود في البيت نتيمم منه ما ينفعش نتيمم من مخدة أو أي حاجة فيها طراب والسؤال الثاني إن عندي بنت في تالت عدادة مم وبنت في سنة خمسة مش عارفة خليهم خالص يواصبوا على الصلاة حضرتك خالص وهم صغرين كانوا بيواصبوا أكتر من كده هم عندهم كم سنة بنت في تالت عدادة حوالي 14 سنة والتاني 10 سنة مم حاضر هاخد فاصل وبعدين أرجع أجيب على كل هذه الأسئلة خليكم معانا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله خلوني أسمع الأستاذة إلهام السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاني حاجة إلهام فضلي ألو فضلي حاجة إلهام أنا مع حضرتك يا شيخ أحمد أقول لحضرتك يا شيخ أحمد ممكن تقول لي أدعية إيه الأدعية اللي نقدر نقولها في أي ابتناء عندنا دعاو السؤال وتاني سؤال الصلاة كيام الليل بعد الساعة 12 أنا بصليها هل تجوز ولا لازم في نصف الليل يا شيخ أحمد حاضر وجزك الله كل خير وربنا يخلك لينا وما نتحرمش منك أبدا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك السؤال بتاع الحاجة يسرية المبلغ في البنك وهي كانت مديونة وبتسدد فهي بتسأل هي مش عارفة تسدد مش عارفة تطلع إذا كان لإنها كانت مديونة حاجة يسرية إحنا هنا فيه خطأ هو إيه أنا عندي مال المال ده بلغ حد النصاب وعد عليه سنة حتى لو أنا مديون لازم أطلع الزكاة لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الصحابة عشان يجمعوا الزكاة من الأغنياء عشان تتوزع على الفقراء ما قالش للصحابة وهم بيجمعوا الزكاة سألوهم أنت عليكم دين ولا لا بل أمرهم أن يجمعوا الزكاة فواجب يحج أن أنا أطلع الزكاة أنت قدمت الدين وأخرت حق الفقراء اللي هو الزكاة اللي ربنا فرضوا علي كغني للفقير يجب علي أن أخرج الزكاة قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها المال ده مش هيتطهر أبدا إلا لما طلع الزكاة اللي ربنا فرضها علي طيب أنا مش عارفة أطلع المال ده أعمل فيه إيه أتصرف فيه إزاي أنت ربنا تدلك مال وبلغ حد النصاب وزيادة وعد عليه سنة هجرية واجب أن أنا أطلع عليه الزكاة ولا أؤخرها طيب أنت دلوقتي بقالك سنتين مش عارف هذا أصبح دين عليك يا حاج واجب عليك أنك تطلعي تأخر إخراج الزكاة لمدة سنتين بيخلي الإنسان يقع تحت تأثير أو تحت عقاب الله عز وجل أنه هو أخر إخراج الزكاة عن الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى شرع إخراج الزكاة فيه فاللي هو يجب عليك إخراج الزكاة لابد أن تخذي طالما أن ربنا دالك مال وهذا المال تجيب فيه الزكاة وهذا المال مر عليه سنة وهذا المال عد حد النصاب تطلعي منه وبعدين هو نامي يعني هو بيدخلك أرباح كمان يعني معنى كده أنه هو مال بلغ حد النصاب وعد عليه سنة هجرية ومال نامي يعني بينمو بيزيد وبيرضح فلابد أن نخرج الزكاة في هذا المال أستاذ محمد سلام عليكم سلام عليكم ومال نامي سلام عليكم أزيادك سيد زحر تفضل يا أخي لا خليك سيدنا الله خليك سيدنا تفضل لو سمعت السيدنا عندي سؤال واحد بس نعم هو عن الصلاة نعم أنا أصلي يجيله صلاة ركعتين بسأل ركعتين أنا لم أعرف نهم فعليات صلاة ركعتين معنى أنا أيضًا أنني أتكلم أنه لا مقوت يعني أنا أتكلم أنه صلاة ركعتين مثلا أو أوليك أن توجد أرجع اتواسي الثاني لا لا أتكلم أن أصلي صلاة ركعة واحدة أصلي ثلاثة لا تناكيد هل أصلي ثلاثة حاضر شكرا يا محمد مدام سلو الله يرضى عليك ويبركلك العبرة عندي مع الأثر اللي الولد بيلاقيه في السياب بتاعته الأثر اللي أنا بلاقيه سواء كان ياما أو شوي هو بيلاقي أثر في ملابسه الأثر ده البول بيكون له أثر لكن المني له أثر تاني فهو بيجد أثر خشن كده وناشف وبؤعة كده آه هي بتيبقى صغيرة مش كبيرة بس بيلاقي الأثر ده فهل هو كده بلغ آه بلغ لأنه حتى العبرة برؤية هذا فإنه هو بيلاقي الأثر في الثياب ولو لم يشعر بشيء فهو بلغ نعم بلغ طالما هو بيلاقي الأثر ده في ثيابه فأصبح بلغا قضية البلوغ بتختلف من شخص لآخر القانون بيحط لها سن الشعس لم يحط لها سن يعني الشريعة ما قالتش يعني الشريعة ما قالتش سن 12-13-15 لا الشريعة قالت دي بتختلف حسب البيئة حسب المناخ حسب الجنات الوراسية حسب الأوضاع اللي احنا عايشين فيها الشاهد عندي هنا إن ابن حضرتك بيلاقي الأثر فأصبح بالغا أصبح راجل أصبح مكلف شرعا فتبينيه تبيني له إنه لا بد أن يغتسل لا بد أن يقوم بما يقوم به المكلف شرعا حتى يتعود على الحلال فيفعله والحرام لا يفعله الأخي عادل يا أخي أنت ظلمت ماذا تقول بص يا سيدي عشان أفهم الحتادي كويس أوي قول حسبي الله ونعم الوكيل والله والله هذه العبارة كفيلة إن هي تهدم عروش ظلمة ملكهم وسلطنهم امتد من الأرض إلى السماء فإذا ظلمك إنسان قل حسبي الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله عشان كذا نبوصيك إنك دايما أكثر من هذه أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أكثر اللهم رحمتك أرجو وأخشى عذابك فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أكثر من هذه العبارات هل يجوز نعم أدعى على الظالم نعم يجوز للمظلوم الدعاء على الظالم بس وصيتي أنا لا وصيتي أنا لك ما تدعيش على الظالم استفيد من الدعاء لنفسك أنت أولى أنك تدعي لنفسك يعني ما تدعيش على الظالم يجوز يشرع الدعاء على الظالم واتق دعوة المظلوم فهي ليست حرام لكن وصيتي لك اغتنم الوقت في الدعاء لك أنت إن ربنا سبحانه وتعالى يعوضك إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك الظلم إن ربنا يبرك لك إن ربنا ينصرك إن ربنا يحفظك إن ربنا يوسع عليك هذا أنت أحق به بدل ما تدعو على الظالم وتضيع لأنه الحتة دي حيبقى فيها رد فعل صعب شوي هو إيه أنا الظالم كل شوية افتكره الظالم أنا كل شوية افتكره فأدعو عليه يعليك بفلان ظلمني أطع عيشي فقلبي يشتعل نار وغضب لأنه هو أطع عيشي عد قلبي ولا تعد رغيفي دي مقولة صحيحة فأنت ما تنجرفش في الدعاء عليه قوي وكده كده هو هياخد عقابه يعني اوعى تفكر إنك إنت لو ما دعيتش على الظالم كده مش هياخد العقاب اللي ربنا حدده للظالم لا أبدا بس استثمر الوقت في دعاء لك إنت أولى إنك تدعو لنفسك فمن أجل هذا ذكرتك بهذه المسألة إيمان التيمم لا ما ينفعش على مخدة يا بنتي هو يشرع في مكان عليه أتربة الأتربة التراب الكرسي موجود عليه تراب السور اللي موجودة على البلكونة بلاطة موجودة عليها أتربة المهم إنه هو يكون عليه تراب كتير وكسيف وطاهر ويكون الهوى بيضربه لكن مخدة ما ينفعش لإنه هي بعيدة عن التراب ما بتتعرضش للهوى ما بتتعرضش للأتربة ما هو العبرة في التهمم إيه؟ العبرة في التهمم إيه إيمان إنه الشمس بتطهره والهوى بيطهره فالتراب والهوى والشمس والحاجات بتعمل عملية تجديد وطهارة للمكان لكن البخدة موجودة وإن كانت طاهرة باستنفيش عليها تراب فتهمموا صعيدا طيبا الصعيد اللي هو المعرض للتراب والأتربة والشمس والحوى معنا مين يا أستي شام؟ يا أستاذة شيماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إزاك يا شيخ أحسن تفضلي الله يحفظك أنا بسأل دهبي شبكتي اللي جزي جبالي كان من 16 سنة معايا وكان بيجيب لها دهب وشايلة يعني ده نطلع عليه ذكا ولا طب وانا ما بنشتغلش يعني معيش فلوس عشان نطلع ذكا على الذهب وسؤال تاني ماشي السؤال التاني هل التجارة في السجائر حرام ولا لأ يعني أنا أخويا مع توكيل سجاير تجارة في السجائر دي حلال ولا حرام ولو هو مثلا أنا عايزة ناخد ورثي مثلا ويا متوفق وما خدتش ورثي لو عطاهولي من فلوس السجائر دي أنا لو هي حرام أنا شرتي فيها زم حاضر شكرا يا شيخ حضر شكرا فيه بقى السؤال هو الأطفال اللي هم من سن 14 و10 والحاجات دي وإزاي واصبوا على الصلاة بص يا ستة بسرعة جدا علشان أقدر أجاوب على الحاجات دي لازم يكون فيه إخلاص وأنا بأدعوهم للصلاة لازم أعلمهم اليقين في الله عز وجل لازم أعلمهم المراقبة لله عز وجل لازم أعلمهم الخوف الشديد جدا من سوء الخاتمة لازم أعلمهم إن الموت أقرب إلي مما أتخيل ولا يفرق ومن علامات الساعة موت الفجأة وموت الفجأة منتشر جدا فعلشان كده لازم أخلي بالي من الحاجات دي لازم أنا أكون نموذج عملي في الصلاة أجمعهم في الصلاة لازم يكون فيه درس كل شوية أقاحتهم معي كده وقعدوا قال لهم اعملوا كذا وصلوا معايا وبتاعوا الدرس واشترع لهم الحاجات دي كلها لازم أتعاون والجران يعملوا معايا أتعاون في هذا الموضوع ونروح نحضر الدروس ويقعدوا يسمعوا ابعتوا لنا مثلا في حلقة من الحلقات نشرح معاكم الصلاة وأهمية الصلاة وهم يكونوا قاعدين بيسمعونا في الحلقات دي أي شيخ من المشايخ في أي خط من الخطوط في السبع أيام نعرض وتكلموا مع الإعداد بتاع البرنامج يحددوا يوم معين وندمع أولادنا كلنا يكون مثلا يوم جمعة مثلا مع الدكتور عصام ويبدأ يشتغل ويتكلم عن الصلاة ويوصل لقلوب أولادكم بهذا نستطيع أن احنا نحبب الأولاد ونربط الأولاد بالصلاة دور الأب لازم يكون الأب برضو دور فعال عشان يساعدني لازم الأولاد البنين والبنات يشوفوا آبائهم وأمهاتهم وهم بيصلوا فيه رسالة اس ام اس عن ابن عنده تلاتين سنة وعاق الأم هتعمل إيه؟ ادعيلوا يا أمي ادعيلوا إن ربنا يصلح حاله قاعد في البيت لا بيشتغل ولا بيشوف شغلة ولا مشغلة وأعمال بيضايق في باباه وممته ويرغم الأب والأم على إنهم ينفقوا عليه ادعيلوا ربنا يهديه وانت يا ابن طلع شوف لك شغلان الله يصلح حالنا وحالك الأدعية في الابتلاء زي ما جاوبت على الأخ عادل يحج إلهام بجاوب عليك هو نفس اللي أنا قلته قبل كده قيام الليل بعد الساعة 12 يجوز وإن كان قبل 12 يجوز لكن الأفضل بعد 12 لأنه بكون داخل على التلت الأخير عندك وسوس في الصلاة يا محمد انتعال ابني على الأقل وصلي وتوكل على الله الموضوع لو زاد معاك اعرض نفسك على طبيب متخصص لو موضوع الشك والشكوك القهرية دي والوسواس القهرية عندك علاجك مش مع شيخ علاجك عند طبيب شيماء وسيقة التأمين والدهب عليهم زكاة لو بلغ حد النصاب لازم تطلع عليهم زكاة اتصرف طالماً للمال عندك والدهب عندك وبلغ حد النصاب وعد عليه سنة لازم أطلع عليهم هل التجارة في السجار حلال ولا حرام فيما أرى والله أعلم وأعلم حرام طب لو أنا خدت المراس بتاعي من أرباح أخويا اللي شغال في السجار حلال ولا حرام مراسك انت حلال شغله هو اللي حرام فانت حلال لو انت أخذت أما الحرم فعليه هو حلقة اليوم انتهت أجيب على جميع الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج إن شاء الله اليوم وألقاكم في حلقتنا القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر